السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونهاردة من قناة أم محمد هنعمل مع بعض طبعا أكلة فول بطريقة سهلة جدا طبعا احنا روحنا طبعا الأرض وروحنا الزرع وجابنا الفول بتاعنا وهنعمله معاكم دلوقتي منظرة طبعا الزرع جميل جدا خدنا جولة كده وبعدين جابنا الفول وهنعمله معاكم أول حاجة معانا بطاية صغيرة وكمان معانا الفول اللي احنا جابناه طبعا قطعناه بالشكل ده ودنا له غلوة واحدة بس ومعانا كمان عصر طماطم وبصل هذا البطية بتاعتنا صغيرة وكمان معانا حوالي نص كيلو طماطم معصورة وكمان معانا كيلو فول اهو احنا مقطعينه طبعا وسلقاه وده كمان بصلاية كبيرة وعلاها خمس فسوس ثم متقطعين ومعانا كمان لسليق البطة معانا طماطم وفلفل وجزر وبصل ورق غار وفلفل اصمر اول حاجة طبعا احنا هنعملها هنجيب الحلال هنسوي فيها طبعا البطة هنقول بسم الله وهنحط طبعا البطة بتاعتنا هي تاخد لها تلويحة كده الله ما صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طبعا هنضف لها طبعا ورق الغار والفلفل الاصمر والحبهان اهو وهنسيبها باعة تشوح شوية كده على النار وهنغليلها طبعا مية طبعا هنضف لها طبعا البصل والطماطم والجزر بتاعنا والفلفل وفي الحلة التانية بقى سبناها تشوح على نار هادية كده وبعد كده طبعا احنا هنجيز الوقت الصلصة بتاعت الفول اول حاجة هنعملها هنحط حوالي تلات او اربع معلق زيت وهنضيف عليهم البصلة بعد اما الزيت يسخن كويس هنضيف الوقت البصل والطومة بتاعتنا وهنشوح فيها كده لغاية ما البصل والطوم يتحمرهم وبعدين هنقول لكم احنا هنعمل امعة بعد طبعا فيه كتير مننا ما يعرفش يعني ايه الفول اللي هو اللي بصالصة او الفول الاخضر اللي بتعمل بصالصة فهم عظم الناس بتاكلوا بتجيبنا بس كده والعيش وناس تانية بتسلقوا وبتاكلوا برضك مع الدقة بتاعته بس احنا بنحبه نعمله بالطرقة اللي انا هعملها معاكم الوقت بعد ما المية بتاعتنا غلت والبطة بتاعتنا خدت لها تشوحة حلوة كده هنضيف لها طبعا المية الان بسم الله وهنضيف عليها المية وهنسيبها بقى تكمل سواها مع بعضها كده لغاية ما تستوى هرجع لكم تاني اه طبعا هنضيف لها بقى ملح الوقتي وهنسيبها بقى نغطى عليها وهنسيبها لغاية ما تستوى خالص وهنرجع لكم بعد ما هي تستوى الوقت هنرجع بقى للبصلة بتاعتنا الله مصلى وسلم مبارك عليه سيدنا محمد اهو طبعا ايه دخلت طبعا حمرت شوية ايه او صفرت اه بس السا ما وصلتش للدرجة اللي انا عاوزاها هنقعد طبعا نقلب فيها لغاية ما اللون البصلة دي يحمر وانبعدنا نرجع تانيش طبعا اللي هيجرب الطبخة دية للنهاردة بصراحة هتعجبه جدا وهيعملها مرة واثنين وتلاتة وطبعا احنا الوقت في موسم الفولة هوات اه طبعا البصلة بتاعتنا اه دخلت خلاصة هوات في الدرجة اللي انا عاوزاها لس شوية كمان وبعد ما تحمر هنضيف لها طبعا عصر الطماطم بتاعنا والعصر بيبقى اه مصفي انا مصفية الطماطم واول ما تدينا الدرجة اللي خلاصة هيت هنضيف لها طبعا الطماطم على طول الله ما صلوه وسلم ومبارك على سيدنا محمد خلاص هنحط لها بقى الطماطم بتاعتنا وهنسبها تسبك كويس جدا وبعد كده هقول لكم احنا هنعمل ايه الخطوة الجاية هنسيبها لمدة عشر دقيقة وربع ساعة لغاية ما الطماطم دية المياه بتاعيتها تنشف خالص وتسبك وبعد كده هنرجع مع بعض وقبل ما نغطى عليها طبعا هنحط لها شوية كمون اهو ولو انت عاوزها تحط لها مقعب مرأة وربع معلقة بهارات لحم برضك بتعزز الطعم هنغطى عليها الوقت ونسيبها تسبك ونرجع لكم تاني وخلاص كده بعد ما الصلصة بتاعتنا تسبكت وبعد بالشكل ده هنضف لها طبعا الفول بسم الله هذا الفول بتاعنا اهو طبعا هنسيبه كمان لمدة دقيقة او اتنين يسبك معه للصلصة بتاعتنا كده بالطرقة ديت بتخلي طعم الفول جميل جدا 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 هنسيبه بقى ياخد له غلوتين بس كده مع الصلصة وبعد كده هنضف له المرأة بتاعتنا بعد ما نضيف المرأة بتاعتنا هنسيبه بقى المدة عشر دقيقة او ربع ساعة هيستوى معاك وهيبقى جميل جدا خلاص هنسيبته خاد له غلوتين اهو هنضيف له دلوقتي المرأة بتاعتنا اللي احنا اتفقنا وياكم آآ طبعا هي متاخدش كتير انت بقى حسب ما انت عاوزاه تقيل او عاوزاه خفيف دي الحركة دي في ايدك انا احنا بنحبه بالشكل ده يبقى فيه مية شوية كده هنسيبه بقى مع نفسه كده مندة عشر دقيقة او ربع ساعة وهيبقى كده استوى وبقى تمام اهو يا رب يعجبكو الوصفة بتاعتنا النهاردة بطرقة الوصفة ديت مش كتير او ما يعرفها شي اهي انا ما صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طبعا بقى هنسيبه لغاية ما يستوى خالص ويلف معنا وبعد كده يبقى خلاص بقى جاهز وكده خلاص هو تبدأ في الغليان هنسيبه بقى على جنب كده هنروح للبطية بتاعتنا طبعا البطية ديت من البط اللي انا مربيه وكانت التربية ديت طلقت مني آآ ما بتجيبش اوزان هنروح بقى نشوف هستوت ولا ما استوتش وروحنا على البطة بتاعتنا اهي خلاص هي كده استوت اهي طبعا هخرجها وبعد كده بقى هنقوم آآ هروح عشان احمرها وهوريكم الشكل النهائي للوجبة اللي احنا عملناها مع بعض اهي وكده خلاص الطبخة بتاعتنا كملت واستوت وده الفول بتاعنا هول اللي احنا عملناها معاكم يارب يعجبكم النهاردة الطرقة ديت طبعا طرقة سهلة جدا يارب بتاعجبكم الطرقة بتاعتنا النهاردة طبعا اذا البطية بتاعتنا هيت بعد ما استوت آآ حمرتها طبعا وهنقدم معاها الرز والسان العصفور يارب يكون الفيديو خفيف عليكم النهاردة ويأجبكم ودي كانت وجبتنا طريقة سهلة جدا لعمل الفول بالسلسة الفول الاخضر طبعا اذا الفول طبعا مستوي جميل جدا ورحت الفول بصراحة جميلة جدا آآ يارب الفيديو بتاعنا النهاردة يأجبكم وانعجبكم بقى الفيديو ما تنسوناش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة